نكمل كلامنا دكتور على مشوار المدير الفني مع اتحاد العسل زي ما قلت لحضرتك طبعا هو جزائري طبعا وعنده باع طويل في تدريب الفرق في شمال أفريقيا بنتكلم نهارده أنه بيدرب طبعا الأفريق التونسي يدرب شباب بولوزداد يدرب طبعا فأنديا في المغرب الدفاع المغربي نهضة بركان طبعا للأحضر ده هو واخد كاس السوبر الأخير بالضبط معهم بالضبط بنتكلم نهارده على سيفي خاص بي هو متمرس في الناحية تدريبية في شمال أفريقيا عنده طبعا بجانب بطولة الكونفدرولية فإذا هو على المستوى الأفريقي فهو عنده الخبرة الكافية لتؤهله أنه هو النهارده تبقى المباراة تبقى مراكوية ما تبقاش مباراة سهلة فنربط برضو نحية فنية تانية انت قلت المشوارة هو فعلا بالضبط بنتكلم نهارده عمر 59 سنة بالضبط أخذ معهم 29 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 مباريات بنتكلم برضو النقطة اللي تهميني طبعا أنه أحرز 34 هدف دخل مرمى 28 هدف خلال 29 مباراة فبنتكلم زي بولا حدك هدف تقريبا كل مباراة فبنتكلم برضو ده بيثبت أنه عنده اندفاع هجومي على حساب النواحي الدفاعية طيب تعالنا بقى نترجم النواحي الرقمية دي بالنواحي الفنية لأنه لو ما فيش ربط ما بين الاتنين يبقى فيه جاب لازم يبقى فيه ربط ما بين الناحية الرقمية والنواحي الفنية فنبص بقى على الاندفاع الهجومي دوت من خلال طريقة لعبه هللاقي مثلا أنه بيلعب بـ 4-3-3 لو استعرضنا الصور الفنية لأهي أنه نلعب بـ 4-3-3 في الـ مثلا في ريئ الأخضر الليبي لعب 4-3-3 وكسب المباراةين نفس دي برضو دي خلال مباراة الأخضر الليبي 4-3-3 نشوف برضو الصورة اللي بعديها من حالة تاني طبعاً التلاتة الهجومية. نحن نتكلم على الموسم الماضي. الموسم الماضي. بالضبط. ده خلال طبعاً المباراة الأخضر خلال دول المجموعات في بطولة الكمفدرالية. والمباراتين اللي عاجهم بطريقة واحدة. بنفس الاربعة تلاتة تلاتة تلاتة. عنده العيب الارتكاس في مستملة. طبعاً هو أسامة شيطة. طبعاً أعتقد أنه يبقى نقطة إيجابية. لأنه يعمل عملية الربط ما بين خطوط الدفاع وما بين التحول الهجومي. بالضبط. نشوف برضو الصورة اللي بعديها برضو. هنلاقي برضو. دي بقى خلال المباراة نهاية. لعب بربعة اثنين ثلاثة واحد. المباراتين سواء في ينج أفريق. على أرضه وخارج أرضه. بالضبط. لعب في المباراتين بربعة اثنين ثلاثة واحد. برضو سواء أربعة اثنين ثلاثة واحد أو أربعة ثلاثة ثلاثة. أسلوب اللعب بقى اللي يفرق معي. نفكر الجمهور بنتيجة الماتسين. هو كسب بره وخسر جنب. وخسر على أرضه. بس هو عشان كسب بره اثنين كانت الأفضلية لي إن هو ياخد البطولة. كسب واحد على أرض. بالضبط. بعيدا عن المنفورميشن اللي بيلعب بيها سواء أربعة اثنين ثلاثة واحد برضو هنا نفس الكلام في المباراتينج. لعب أربعة اثنين ثلاثة واحد. طريقة أو أسلوب اللعبه بقى. زي ما بقول إن هو عنده اندفاع هجومي من الأطراف. عنده دايما اختراكات من الأطراف بجانب العرضيات. ولكن ساعات بيوصل بالاختراكات للأطراف لحد منطقة الجزاء. وبيعمل الاختراكات سواء من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال. اشتركوا في القناة